موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي المشاهدين مشاهدي قناة ندلالي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من الأهلي في المونديال الأهلي في المونديال بيقترب هذا البرنامج كل مرة وكل يوم بنقول هذه الكلمة هذا البرنامج لن ترى إلا على شاشة قناة ندلالي وبالتالي عندما يقترب ذهاب النادي الأهلي للبطولة اللي بعد كسل عالم الأندية فبالتالي يقترب اتهاء هذا البرنامج النهاردة ليلة مباراة التالت والرابع ليلة مباراة البرونزية إن شاء الله إن شاء الله ما بين النادي الأهلي ونادي روى الياباني هذا الفريق اللي هنتكلم عنه كتير جداً النهاردة كان العادة هنتكلم طبعاً عن النادي الأهلي مع نجمينة الكبير طبعاً كابتن هني رمسي مساء الخير عليك يا إسلام مساء الخير طبعاً على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان مساء الخير على جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان زي ما قال إسلام يعني خطوة قبل نهاية طبعاً المونديال ودايماً بين فخورين ومازلنا فخورين ومازلنا عندنا ثقة كبيرة جداً جداً في لعبتنا وفي جهازنا الفني إن شاء الله تحقيق البرونزية الرابعة في تاريخ النادي الأهلي الحقيقة لو تم هذه البرونزية أعتقد حتكون علامة بارزة في تاريخ النادي الأهلي لأن السنوات القادمة ستشهد طبعاً كأس عالم للأندية مختلفة تماماً وبالتالي البرونزية الرابعة حتكون بمثابة تاريخ جديد بيستطروا النادي الأهلي في طبعاً مسابقة عالمية زي كأس العالم للأندية عندنا النهاردة الحقيقة كواليس كتيرة جداً جداً عندنا أخبار فرقتنا عندنا كمان يعني إن شاء الله تحليل فني لمبارات بكرة إن شاء الله كل التوفيق لفرقتنا إسلام مبارات مهمة تاريخ ممكن جدا إن شاء الله بإذن الله يتسطر في تاريخ كاس العالم للأندية يعني في تاريخ النادي الأهلي بس استسمح لي يا كابتن قبل ما نتكلم عن هذا التاريخ اللي حضرتك تتكلم عنه اللي احنا نفسنا أو حضرتك بدأتك كلمتك بين احنا حنفضل فخورين وقصى نظر دائما فخورين باسم النادي الأهلي مهما كانت النتيجة بكرة ولكن خليني بس أروح لحاجة مهمة جدا يا كابتن هاني معلش ولازم وأنا هنا لا أدعي الحياد ولا أدعي كذا ولكن ما حدث منذ أن بدأ برنامج الأهلي في المونديال وجود حضرتك في هذا البرنامج ووجود مجموعة العمل من خلال وجودنا في شاشة أو على شاشة قناة النادي الأهلي حيث أنا أحابب أن أنا بس في الأول أحيي جميع العاملين في قناة النادي الأهلي على هذا الجهد الكبير جدا 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 اللي ممكن حضرتك تكون بتشوفه وأنا بشوفه طول يمكن أنا بقعد أكتر شوية فبشوفه طول النهار جهد كبير جدا جدا من كل العاملين في قناة النادي الأهلي ومساندة كبيرة جدا جدا من مجلس إدارة الشركة لايف اللي بتدير هذه القناة الحقيقة ورئيس مجلس إدارة المهندس السيف الوزيري الحقيقة اللي دايما بيدينا الدعم الكامل خلال الفترة اللي فاتت أيضا كل الجميع أنا بس عشان ما أقولش الأسماء كلها ولكن كل الأسماء الحقيقة اللي بتشتغل في هذه القناة لها دور مهم جدا جدا على الأحداث اللي بتحصل على كمية الناس اللي بتقعد معانا أنا بشكر للشباب اللي وراء الكاميرات الحقيقة كلهم كل يوم بنأخرهم لغاية الساعة واحدة ومن الساعة واحدة يخلص القناة ويمشي لغاية في الساعة فأنا بشكر كل الناس الحقيقة كابتن هاني ده حقيقة والله بدون تحيز لا يعني إحنا لمسين دوت والحقيقة كمان الصورة اللي حضراتكم شايفينها والأداء اللي حضراتكم شايفينها وإحنا بنحاول بقدر الإمكان وكل العاملين الحقيقة في قناة النادي الآلي بتقدم أقصى مجهودة عشان حاجة تليق باسم النادي الآلي وتليق باسم جماهير النادي الآلي الحقيقة كل الشكر على قناة النادي الآلي اللي الحقيقة يعني بتحط جماهير النادي الآلي في الكواليس وكأننا عايشين مع بعستنا هناك في السعودية كل الكواليس وكل الأخبار وكل الأحداث والحقيقة الإشادة اللي بنقول بها دي إشادة يعني مستحقة الحقيقة من أصغر عامل لأكبر عامل لأكبر مسؤول لأصغر مسؤول الحقيقة كله بيكتعد وكله بيعمل الكيان لمصلحة النادي الأهلي أولا وأخيرا ومهم جدا كمان نذكر إدارة الإعلام بقيادة طبعا الأستاذ جمال جبر الحقيقة طفرة رائعة في الإعلام في النادي الأهلي كل حضراتكم اللي بتشوفوه من كواليس ومن لقاءات ومن أحديث مع اللاعبين الحقيقة وراها مجهود كبير جدا 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 بتقوم بإدارة الإعلام وإدارة الإعلام خلي بالكو في البروفيشنال كلابس في الأندية المحترفة الحقيقة بتكون عليها عامل كبير جدا والحقيقة خلال الفترة اللي فاتت أستاذ جمال جبر والشباب وكتيبة العمل الموجودة بتقدم ملحمة الحقيقة يعني كل الشكر والتقدير ليهم لأن زي ما بقول لحضراتكم هم بيحسسين أننا موجودين معهم في السعودية كل الكواليس وكل الأفكار وبداية من انتقال الفريق واللقاءات في المطار واللقاءات هناك في السعودية كل الحقيقة الكواليس دي كانت خاصة جدا بإدارة الإعلام في النادي الأهلي وخاصة طبعا بشاشة قناة النادي الأهلي اللي هي ملك جماهير النادي الأهلي وكان الحقيقة زي ما بنتكلم على مجهودات القائمين هنا في القناة ومجهودات اللاعبين والإدارة الفنية ومجلس إدارة كمان كان من الواجب جدا أن احنا كمان نشكر الأستاذ جمال جبر وكل الشباب اللي معاه وكل الكوادر المحترمة اللي شغالها في منظومة الإعلام في النادي الأهلي حقيقي زي ما حضراتكم عارفين كل الكواليس اللي بتظهر مع حضراتكم احنا يعني بناخدها من المركز الإعلامي للنادي الأهلي ومديره الأستاذ جمال جبر الحقيقة قبل ما يسافر الأستاذ جمال جبر جمعتني معاه مكلمة طويلة جدا أستاذ جمال عشرة عشرين سنة تقريبا بيني وبينه أو أكتر شوية كمان وبالتالي لجامعتنا مكلمة طويلة جدا علشان نصل في النهاية للشكل اللي حضراتكم شايفينه لما حدث خلال هذه الفترة والتعاون كبير جدا جدا ما بين إدارة النادي الأهلي وإدارة شركة استاذات الوطنية المهندس السيف الوزيري وكافة المحمود الخطيب وعلاقة محترمة جدا 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 أعتقد أن هي بينا على الشاشة وبينا في كل مجالات التعاون اللي احنا بنشوفها خلال الفترة الفترة أنا ليه بقول هذا الكلام دلوقتي لأنه الفترة اللي فاتت كان فيها بعض الشكوك اللي بسمحها من بعض الجماهير الحقيقة وبالتالي جمهور الأهلي له دائما مطلق الحرية في أن هو يقول الأسئلة اللي هو عايزها وبالتالي أيضا بنحاول نجاوب له عليها ولكن إحنا لما بنجاوب على هذه الأسئلة بنجاوب عليها عملي زي ما حضراتكم شايفين من خلال وجود هذه الكواليس والتعاون المشترك الكبير ما بين مجلس إدارة النادي الأهلي أو مركز الإعلامي للنادي الأهلي وما بين إدارة القناة الحقيقة لزي ما قلت لحضراتكم بدلت أقصى مجهود وأكبر مجهود خلال الفترة اللي فاتت وطبعا البرنامج وبداية البرنامج ولغاية حتى آخر يوم في هذا البرنامج مجهودات كبيرة جدا جدا للجميع بشكرهم عليها مرة تانية وبشكر كل الناس الأشادة الحقيقة الصورة جميلة الصورة جميلة قوي وإحنا زي ما بقولك يعني حسين بالفخر ما زلنا حسين بالفخر ومن أول يوم في البرنامج وإحنا قلنا إن إحنا فخرين بالنادي الأهلي ودايما الكلام على اللاعبين والإدارة الفنية ولكن كمان الكواليس اللي بنشوفها دي الحقيقة هي منظومة ومؤسسة كبيرة جدا النادي الأهلي عنده مؤسسة وكل واحد عارف شغل بالزبط كل بيحاول أنه يوصل لأفضل صورة تليق باسم النادي الأهلي حقيقة وده اللي شوفناه في كل الإدارات الموجودة في النادي الأهلي كل إدارة متخصصة بشكل عام وبشكل خاص في عمل معين بتحاول بقدر إمكاننا تنجز هذا العمل بأفضل صورة وأفضل أداء يليق باسم النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي الحقيقة وعلشان كده بنشكر كل مدير إدارة متخصص في مجاله أو في مكانه أيضا البعثة ورئاسة البعثة للأستاذ خالد مرتجي فانس خالد مرتجي نائب أو أمين الصندوق للنادي الأهلي الحقيقة هذا الرجل له مجهودات كبيرة جدا جدا النهاردة لازم نشيد بالجميع احنا هنسيب الكابتل الخطيب لأنه كابتل الخطيب ده ليه إشهدة خاصة وليه حب في قلوبنا جميع عن الحقيقة بعيدا عن دوره الإداري كرئيس للنادي الأهلي الحقيقة اللي زي ما حضراتكم شايفين في كل مكان بتلاقوا مهما كان تعبوا مهما كان زعلوا مهما كان أي حاجة بتلاقوا الكابتل الخطيب موجود في هذه الفترة ونستغل هذه الفرصة برضو يا كابتل هاني وأرجو من جميع محب النادي الأهلي وجميع عشاق النادي الأهلي وجميع متابعي قناة النادي الأهلي وليم يتابعوا هذا البرنامج يدعو للوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي وزير العمري فاروق ما زالت حالته زي ما هي عشان بس محدش يودينا ويجبنا الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي في غيبوبة ما زالت الغيبوبة مستمرة حتى الآن يعني مش عارف أقول التحسن مفيش مش عارف أقول إيه في التحسن ولكن ما زالت الغيبوبة مستمرة حتى الآن نرجو من حضراتكم الدعاء الوزير العمري فاروق ويقوم لنا بألف ألف سلامة لأن كل جمهور النادي الأهلي بيسأل عليه وكل الناس محتاجاه وكل الناس عايزة يرجع مرة أخرى كل كلمة بيقولها كابت خطيب بيقولها كدعي للعمري فاروق كل كلمة بيقولها الأستاذ خالد مرتجي بيقولها كدعي للعمري فاروق وكأنه موجود معهم في البعثة الحية كل طبعا الدعوات بالشفاء العاجل إن شاء الله ربنا يرجعوا لبيته بألف سلامة لأنه رمز من رموز النادي الأهلي الحقيقة والشخصية رائعة يا رب يا رب إن شاء الله في أقرب فرصة يكون متواجد في بيته ما بين أسرته الأولى وكمان ما بين أسرته الثانية في النادي الأهلي وكأنه فعلا موجود مع بعثتنا في النادي الأهلي الكل بيتكلم قبل أي حاجة بأن نتمنى الدعاء وهم كمان بيدعوا هناك وإن شاء الله بإذن الله يعني الأمور تعد على خير يا رب يؤمننا بالسلامة إن شاء الله ويرجع لأسرته الصغيرة والكبيرة وجمهوره الحقيقة جمهور الأهلي لكله بيدعي له إنه هو يقوم بألف ألف سلامة نروح للمباراة وحبدأ مع حضرتك قبل المباراة النهاردة الأهلي أرسل خطاب لرابطة الأندية والاتحاد الكرة علشان يؤجل مباراة السوبر الاتحاد الكرة ليؤجل مباراة السوبر لمدة 24 ساعة أنا عارف أن أنت عندك بعض الكواليس في هذا الأمر النهاردة الحقيقة طبعا نقدم النادي الأهلي يا سلام يعني بيطلب من رابطة الأندية تأجيل مباراة سيراميكا الحقيقة في مشوار النقبة أو سوبر الأبطال الموجود إن شاء الله في الإمارات والحقيقة كان لما نشوف طبعا اللي تكتب أو هتقول الجواب الشراء الجواب اللي تكتب قدام حضرتك طبعا أرسل النادي الأهلي خطابا اليوم لاتحاد المصر القرط القدم طبعا في تأجيل مباراة الأهلي في السوبر المصري يوم واحد فقط تقام المباراة الأولى يوم 26 وعلى تكون المباراة الثانية إن شاء الله يوم 29 الفارئ الزمني ما بين وصول بعثة النادي الأهلي للأمارات وموعد انطلاق المباراة الأولى بالسوبر 24 ساعة فقط أوضح النادي في خطابه إن الفارئ الأول لقرط القدم خاد منذ بداية الموسم مشاركات متلحقة في البطولات المختلفة بدأت بالسوبر الأفريقي في المملكة العربية السعودية ثم الدور الأفريقي لقرط القدم بعدها الدوري العام المصري وأيضا تم استكمال بعض جولات بطولة الكأس المؤجلة من العام الماضي ثم خوض بطولة دوري أبطال أفريقيا ولحقتها المشاركة في كأس العالم للأندية ثم التوجه مباشرة للإمارات للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بنظامها الجديد فضلا عن مشاركة طبعا العديد من عناصر الفريق في المنتخبات الوطنية خلال مشاركتها الودية والرسمية على كافة المستويات طوال الفترة الماضية كل هذا شهد مباريات مضغوطة ومطلحقة أرهقت اللعبين والجهاز الفني بدنيا وزهنيا بشكل غير مسبوك الحقيقة لو حسبتوا يا جماعة النادي الأهلي خلال الثلاث شهور اللي فاتوا هو بيتكلم في سبع بطولات سبع بطولات بيأخذها النادي الأهلي في ظرف ثلاث أشهر بتتكلم على السوبر الأفريقي الدوري الأفريقي بتتكلم على الدوري المصري بتتكلم على كاس مصري اللي فات أدي أربعة بتتكلم على بطولة أفريقيا أدي خمسة بتتكلم على كاس العالم الأندية أدي ستة بتتكلم على بطولة السوبر الجديدة اللي مقامة في الإمارات سبع بطولات خلال ثلاث شهور ما بينها طبعا لعيبة المنتخبات بالسفريات مع المنتخبات ببطولة أفريقيا للنادي الأهلي بيخذ فيها مباريات خارجية في أفريقيا وبيرجع تاني عشان يقعد يومه تاني ويلعب مبارات الدوري الحقيقة عملية مرهقة جدا 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 وأكبر دليل على كده كمان روي بيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري كمان طلب تأجيل المباراة بتاعت يوم 2 يناير عشان هو حاسس باللعيبة وحاسس طبعا الأمور عشان لقيت الأهلي مخصوص تحديدا لأن الأمور صعبة جدا جدا والجزء المهم اللي الناس لازم تعرفوا أن النادي الأهلي ما بيخش أي بطولة مطالب بالفوس فيها ومطالب بالأداء الجيد فيها فالناس ما تزعلش ما بنعتذر على كسر ربطة لأن احنا الحقيقة يعني نص فرقتنا 3-4 فرقتنا في المنتخبات عندنا لعيبة مصابة حتى الولاد في 2005 عندهم الدور بتاعهم فأنا اعتقادي كان طلب مشروع جدا جدا للنادي الأهلي وأتمنى طبعا من يعني رابطة الأندية أنا تستجيب للنادي الأهلي لأن النادي الأهلي دايما هو زي ما بيقولوا كده التورطاية بتاعت أي بطولة موجودة فوصولهم إن شاء الله أنا حتى كنت اتكلمت مع الأستاذ جمال جبر البعث ستوصل الأمورات يوم 23 بالليل يعني تقريبا الساعة 2 بالليل فعندك يوم 24 دوت اللي هو اليوم اللي قبل المباراة هتلحق تعود إمتى وحتلحق تعمل استشفى إمتى 25 مباراة 25 مباراة عندك مؤتمر صحفي اللي عيبة بتروح مؤتمر صحفي مع الموديل الفني يعني الاستعداد برضو الحقيقة لازم على الأهلي يدينا نفس وزي ما بقولك كل ده ليه لأن النادي الأهلي مش عايز يخش يعني الحقيقة قدام فرق السراميكو أعتقد بقى لا أسبوعه هناك يعني عملت قريبا فترة أعداد هناك لكن مش دي القصة القصة أنه هو لما النادي الأهلي بيخش بطولة مطالب أنه بيحصل عزي البطولة وأنا في رأي طلب مشروع جدا جدا للنادي الأهلي أتمنى يعني من رابطة الأندية أنها توافق علي الحقيقة الكلام اللي حقا قلته ده كلام رائع جدا ولكن خليني أقول لحرك آخر أسبوعين إيه اللي حصل تلعب تموتش الجمعة مع التحجد ثم اللي اتنين مع فلومانيزي خلي بالك المستويات أه طبعا أنا أتكلم على الشكل البدني والمجهود البدني طبعا فأنت لعبت الجمعة مع تحجد اتنين مع فلومانيزي بكرة هتلعب مع أروة الياباني يوم الاتنين من المفترض أن أنت هتلعب مع سلاميكا كلوباترا طيب من الجمعة أنا بقول لحيك من الجمعة للاتنين هيحصل إيه الجمعة أنا كلعيب هخلص المباراة لازم أستنى مباراة التتويج بعدين هروح حلايا نفسي مش قادر أف أعايز أاخد شوية استشفى هاخدهم تاني يوم مش حال هاخد الاستشفى في تاني يوم لأنه يا دوبك لازم أحضر حكتي لو هجيب لمرتي حاجة لو هجيب لابني حاجة خلي بالك في وسط كل هذه الأمور في وسط كل هذه الأمور أنا رحت عملت عمرة ورجعت صحيح خلي بالك في وسط هذه الأمور كلها وفي هذه المباراة أنا رحت عملت عمرة ورجعت ما تقوليش أصل العمرة دي ما تعملها لا ما ينفعش ما حدش يقولي أصلي مش عارف لا ما ينفعش وحضراتكم عارفين احنا بنروح هناك أساسا عشان نتبرج بالأمرة فتروح تعمل الأمرة وترجع في وسط كل هذه الأمور حضرتك يوم السابت زي ما بقولك كده محتاج استشفى طب ومحتاج تشتري حاجة لأولادك محتاج تسافر محتاج تسافر وحتسافر للساعة اتنين بالليل هتوصل لحد الصبح أو يعني هتنام لحد الصبح هيبع عندك الحد والتنين مباراة هل من الممكن أن يلعب لعب طبيعي طبيعي جدا أنه يلعب يوم اللي تنين مباراة جيدة ويطالب بالمكسب فيها أو يبقى مطالب بالمكسب فيها على الجانب الآخر زي ما كابتن هاني قالكم نبنتكلم فيها بعد حلقة مبارح صحيح سلاميكا كروباطرا ومعهم مدير فني رائع ومعهم مجموعة جيدة وفريق جيد وكل حاجة عنده قاعد في الإمارات بقاله أسبوع أنا لا أعيب على الراجل بيستعد الراجل بيستعد وعايز يكسب بالمناسبة وبالتالي أنا رايح ألاقي فريق قوي ولازم أتكلم في هذا الأمر دلوقتي النهاردة لأن أنا ما عنديش فرصة تانية أتكلم في هذا الأمر برد النظر عن فريق قوي أو فريق ضعيف أنت الفير بلاي والده اللي دايما بنتطلبه يعني خلينا يبقى فيه شوية تقدير للنادي الأهلي وما يقدمه النادي الأهلي المصر والأفريقية الحياة كابتن هنا أنا معايز أقولك نحكي مع بعضنا وإنت كل يوم مثلا من الجمعة اللي فاتت كان ممكن الدنيا عاملة إزاي يعني أنا ممكن أقولك الجمعة المطش السبت عمله إيه الحد عمله إيه الاثنين المطش طب الثلاث إحنا ما انتح حضرتك عارف السكة ماشية أنا عارف السكة وخلي بالك هو المبين المباراة وما بعد المباراة ده فيه شغل كتير جدا إحنا مش حاسين به يعني بعد المباراة هتلاقي الفرقة يوم المباراة نفسها بعد المباراة بتخلص الناس اللي متلعبش بتبدأ تتمر تاني يوم فيه صحيان بدري الفطار وبعدين فيه استشفى وبعدين تبدأ تتمرن تاني عشان المباراة اللي بعدها تقريبا ب24 ساعة والعمل التحضير أصلا بيبقى صعب جدا وتحضير للمباراة اللي بعدها بيبقى صعب جدا يعني إزاي أنت بتحضر للمباراة أولا مطالب المدير الفني أنه يتفرج على المباراة اللي تلعبت ويشوف الأخطاء ويحل الأخطاء وتاني يوم لعليه أنه يعمل استشفى ولازم يدرب اللعبة اللي ما لعبتش عشان يبقى المستوى البدني إن اللي بدنيك عليك حق لا الموضوع صعب جدا الحقيقة وإن الناس اللي بتتكلم هو النادي الأهلي ليه هو دايما اللي بيشتكل إن النادي الأهلي هو أكتر فرقة بتلعب بطولات على مستوى أفريقيا خلي بالكم ومش على مستوى مصر بس يعني ما تلاقيش فرقة في أفريقيا كلها بتلعب كم بطولات على المستوى المحلي والمستوى القاري والمستوى العالمي إلا النادي الأهلي وبالتالي طبيعي جدا نحن عايزين نأجل المباراة 24 ساعة على الأهلي بس ناخد نفسنا ونحضر نفسنا بشكل كويس أنا مع حضرتك أتمنى أن يستجيب التحكرة القدم ورابطة الأندية لهذا التأجيل اللي أعتقد أن سيراميكا كلوباترا لن يمانع في هذا الأمر لأنه في النهاية إحنا بنتكلم عن بطولة لمصر كلها الناس كلها بتستفيد من وجود النادي الأهلي بتستفيد من وجود بيراميز بتستفيد من وجود سيراميكا بتستفيد من وجود مودرن فيوتشر وبالتالي إحنا كلنا مستنين يا جماعة أن حضرتكو تقبلوا بهذا الأمر لعبت الأهلي دي يا جماعة حرام عليكم والله العظيم ثلاثة حرام هتقول لي ما هم بياخدوا فلوس يا جماعة حرام عليكم محدش يقولي الكلام دا والله يعني هنا بقى وخاطب لأننا كنت بتكلم مع حد قال لي الكلمتين دول النهاردة مسؤول يعني مش عايز أقول فين عشان ما يبقاش الدنيا واضحة لأنه بالفعل يجب أن يكون هناك راحة يعني الناس دي لازم تستريح الناس دي اللعبة دي لازم تستريح خلي بالك اللي انت بتقوله دا مهم ليه سواء للنادي الأهلي أو لمنتخب مصر يعني عندنا سبع طب هو ليه أجل اثنين يناير علشان هو حاسس أن اللعبة تعبانة جدا فالموضوع كله أن انت كمان التأثير البدني على منتخب مصر ما احنا لازم بنبص للناحيتين اه بنبص طبعا للنادي الأهلي لكن كمان بنبص لمنتخب مصر الحقيقة لما لعبة النادي الأهلي تروح ست سبع لعبة الموضوع سهل يعني أنا من وجهة نظر الموضوع مش صعب جدا استجابتها طبعا لطلب النادي الأهلي المشروع جدا أتمنى ان شاء الله ربطة الأندية تستجيب وعلشان كمان شكل البطولة يكون مناسب لإسم مصر دا مهم كمان جدا حي إنك تعمل بطولة في الإمارات أكيد الجانب التسويقي مهم جدا وجود النادي الأهلي موجود وفرق كبيرة موجودة فالحقيقة كمان على المستوى على المستوى الفني اللي يتقدم قدام الجماهير سواء جماهير النادي الأهلي أو أمام الجماهير العربية تكون إن شاء الله بطولة لها قيمة لها value على المستوى الفني وعلى المستوى التنظيم أكيد يعني يجب أن يكون هناك وقفة في هذا الأمر الإجهاد الواضح على لعبة النادي الأهلي لن يستفيد منه المنتخب الوطني وأنا الحقيقة إذا كان هناك من يستحق الشكر في هذا الأمر فأنا بشكر فيتوريا الحقيقة أنه هو طلب تأجيل مباراة يوم 2 يناير لأنه اللعبة دي هترجع كان من المفترض أنها هتلعب يوم 2 يناير كمان يعني الموضوع كان صعب جدا ممكن جدا تلعب يوم الاثنين أو الثلاث وتلعب يوم الجمعة أو السبت أعتقد معرفش طبعا أنا أنا مش راجل بتاع تسويق مش راجل بتاع معرفش أنها التسويقية هتبع عاملة إزاي ولكن أعتقد أنه لما النادي الأهلي يلعب بشكل مميز ضد سراميك كلوبطر والاثنين يعملوا مباراة جيدة وتبقى الدنيا كويسة أعتقد الأمور هتبقى كبيرة جدا والأمور هتبقى الناحية التسويقية فيها جيدة جدا عشان كده بنقول لحضراتكم من فضلكم لاتحاد كرة القدم ورابطة الأندية يجب أن يكون هناك بيان مشترك للوقفة مع النادي الأهلي لأنه النادي الأهلي هو من يمثل مصر في كاس العالم للأندية النادي الأهلي وسراميكا ومودرن وبيراميدز بيمثلوا مصر في كاس السوبر المصري أو كاس الأبطال المصري اللي حيتلاق فيه الإمارات العربية المتحدة وبالتالي يجب أن يكون هناك وقفة وما أعتقدش أن حد من الأربع فرق لن يوافق على تأجيل هذه أنا لا أتدخل في الثلاث فرق الأخرى ولكن أنا أعتقد لا أعتقدش لأن كل الناس متفهمة الكلام ده كويس قوي وأعتقد أنها كمان إن شاء الله ما تأصرش على عملية تسويقية لأن النادي الأهلي كده كده موجود يكفي وجود النادي الأهلي في أي مكان الحقيقة للعملية التسويقية وبالعكس ده بنده بنده مساحة مش للنادي الأهلي بس لكل الفرق أنها تقدم إن شاء الله نسخة جيدة لأول بطولة بالشكل الجديد السوبر المصري بشكله الجديد يكون في أحسن صورة على المستوى البدني وعلى المستوى الفني ويعني نظهر بصورة جيدة أمام الشعب الإماراتي والدول العربية وأمام طبعين كل الفرق المتواجدة هيكون الحقيقة مكسب كبير جدا 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 فزي ما بقول وتاني بعيد مش عشان الناس بتقول لك هو الأهلي على طول بيطالب أن يتأجل آه هو الأهلي علشان بقول لك لعب سبع بطولات في ثلاث شهور سبع بطولات مختلفة في ثلاث شهور بجانب اشتراك لعبته مع المنتخب على سواء بقى المنتخب التونسي أو المالي ومنتخب مصر تقريبا كل لعبت النادي الأهلي لعبها دولية فلك أنت تخيل المسافات المقطوعة ما بين المباريات الإجهاد الكبير جدا في المباريات وتاني نقطة مهمة جدا بيتيجي في الآخر لو النادي الأهلي بيلعب هو مطالب بالأداء الجيد ومطالب بنتيجة جيدة فكل دوة حمل الحقيقة كبير جدا جدا واتمنى ان شاء الله بإذن الله كل الأمور تمشي على خير يا رب ان شاء الله ويا رب يكون هناك استجابة لمطلب النادي الأهلي المشروع مطلب النادي الأهلي مش هيكلف حضراتكم حاجة غير أن انتوا تنظروا لهذا المطلب وتقولوا لنادي الأهلي اللي بيمثل مصر بعد كده أو لعبته ستمثل مصر بعد كده في كاس الأمم الأفريقية وبعض اللاعبين الأخرين حيذهبوا لبعض المنتخبات تمنى أن يتم الاستجابة لهذا الطلب عشان حتى نشوف مباراة حلوة تليق باسم مصر وباسم الفريقين اللي حيلعبوا في هذه المباراة كابتن هاني خلينا نروح بقى لمباراة بكرة زي ما تكلمنا خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا هي مباراة صعبة مباراة قوية ولكن في النهاية ان شاء الله يستطيعنا للأهلي أن يفوز في هذه المباراة ان شاء الله بإذن الله نتوقعين مباراة على المستوى الفني هتكون مباراة سريعة جدا عارفين وشوفنا الفريق الياباني أو الكرة اليابانية بشكل عام هو الجانب الأعظم فيه هو السرع والليقى البدنية فالجانب الفني ان شاء الله يعود ان شاء الله عملية إجهاد اللعيبة الموجودة بإذن الله طريقة اللعبة ان شاء الله تكون مناسبة للمباراة ونعمل مباراة جيدة لأن ده ان شاء الله زي ما بقولك حيتبني عليها حاجات كتير يعني تاريخ كبير وان شاء الله يكون دفع كمان للسوبر المصري في الإمارات ان شاء الله يا رب ان شاء الله عموما خلونا نطلع نشوف هذا التقرير الاهلي في تحدي جديد أمام قرواة الياباني بحثا عن البرونزية الرابعة العهد ما بين اللاعبين والجاز الفني والكابتن محمود الخطيب كان متواجد هو دعا ان شاء الله على العهد وبإذن الله تكون البرونزية الرابعة في تاريخ النادي الآلي الحقيقة وزي ما بقولك سطور هتكتب في تاريخ كاس العالم للأندية على مر الأصور يعني ما فيش غاية دلوقتي يا سلام حد وصل للبرونزية حتى التالتة اعتقد غير فريقين ممكن يوصلوا للتانية لكن ان احنا كمان نوصل للبرونزية الرابعة ده هيكون ان شاء الله تاريخ كبير وانا من الحالة شايف الحالة المعنوية بقت فيها عملية تحول الغضب لتركيز وإصرار من خلال اللقاءات اللاعبين والزعل اللي كان موجود ده ان شاء الله يتحول لطاقة إيجابية بكرة بإذن الله وهو ده الأهم يا كابتن هاني وإحنا حضرتك مصمم على هذا الأمر من أول يوم من بعد المباراة نحن لا نطلب أي شيء كالعادة من جمهور نادي الأهلي سوى المسندة والدعم المطلوب من حضراتكم كالعادة على سوشال ميديا مش حاضر أقول حضراتك للناس اللي قاعدة في مصر يعني تستطيع أن تدعم فريقك من خلال السوشال ميديا والناس بتقرأ وكل لعيب تنادي الأهلي بيقرؤوا السوشال ميديا وبيقرؤوا الدعم اللي حضراتكم بتعمله صدقوني كل كلمة حضراتك بتكتبها بتفرق كتير جدا جدا مع اللعيبة مطش بكرة مطش مهم جدا 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 بعيدا عن قوة الفريق ضعف الفريق أي حاجة ولكن هذه المباراة واحدة من المباريات التاريخية أنا لو لعيب أو حضراتك موجودة يا كابتن هاني أعتقد كنا حموت نفسنا عشان نقدر نكسب هذه المباراة نتمنى إن شاء الله نحن نشوف مباراة جيدة تليق باسم النادي الأهلي وكل واحد يبدو الأقصى مجهود عشان ربنا يكرمنا ونستطيع أن نفوز في هذه المباراة خلينا نطلع نشوف كولر يا كابتن هاني حيقول إيه ونطلع نشوف ماذا قال مستر كولر ونر يكمل مع حضراتكم مرداني وفكرتنا أن يجب أن يكون الجزء لي في مغلق أو نفس النقاط والتعب دع الطازر كان طريقة أجل أننا كان مغلق وبر Lamar لكن في الأن الأن لبعض التوقع ولكن فين العام لتقبع العام ولكن هذا هو نفسه قمة الأن لتصابع لتحاول أن أن تحارب على حيامات يجب العالم لذلك فلن نتحدث عن القعبة لتحدث عن نفسنا نتحدث عن نفسنا ونقف عهر أجلنا ونفرحنا لغاية الدجماعي ونحن نتكلم بكثير من المعاربات ونحن سأخرج جميعا لغاية الدجسي لنacula شيئا لكننا لغاية الدجسية لا يفعله فهمنا من أجل الصلاف هذا يгبط التعامل، سيكون هذا التعامل، منذ ذلك، منذ ذلك، منذ ذلك، ومنذ ذلك، بسبب في ذلك، منذ ذلك، لذا كانت الأشكرا، فضلك لن يمكننا أن تقوم بحاجة إلى هذه التعامل، منذ ذلك، وكذلك، في مهمة تقوموا بإمكانهم، أعطيك في مجرد ومجرد في المعارضة. سيكون هذا الأمر بشكل مجرد. فأنا أعطيك أن أعطيك أن أعطيك أن أعطيك أن أعطيك على سبيل وثيات أعطيك أن أعطيك أن أعطيك. لكن هذا ليس لن يساعد. بعض الأشياء يحييون في الأشياء وعض الأشياء ليسوا محفظة. طبعا نحن فيها كبيرة حزنة وفرصتها تسبب فيها أننا مستعد لنحاولنا لكننا علينا أن نعرف أن العيبة تعملها كتيراً وأنها تعملها كتيراً هناك الكثير من الأشياء التي يتساعد لتركيز الإسرار والشراسة الكثير من المتحدث أن الكرة تحصل في هذه النحوات التي يتحصل فيها بيبقى فيه عنصر تاني عنصر نحن نحاول نشتغل عليه عنصر التمرين نحن نتمرن أكتر عليها نحن ندي نخط ثقة في التمرين أكتر نتمرن على الفينش أكتر لكن لما بتلعب كل 48 ساعة طبعا بيقاش في مجال التمرين كتير أن تشتغل على الحاجات دي كتير بشكل مكسف بنحاول قدر الإمكان في الوقت القليل اللي نحن نكسب ثقة نحن نحسن الجودة تتلعيبها في نقطة إنهاء الهجمات بالتأكيد حزنة جدا على المطش اللي فات فرص اللي احنا ضيعناها كانت ممكن تخلينا نكسب اثنين ثلاثة لكن في النهاية دي كرة القدم أحيانا الدنيا بتمشي معك كويس وتلاقي الكرة بتخش والدنيا ماشي كويسة وأحيانا الثاني غياب التوفيق بيخليك أن انت ما تكسبش في يوم كده ويوم كده يوم ليك ويوم عليك لكن المهم إنه نحن نشتغل ونكمل شغل ونحن نحاول أحسن ما عندنا ونحن نحاول نطور فرقة في النقطة بتحديد يعني كالعادة بكل يدوء مارسل كولر بيوصف الحالة بيوصف حالة الحزن وحالة الغضب قد تكون بعد المبرارة اللي فاتت ويتكلم أن احنا كلمنا على مستوى اللاعبين ورفعنا عنهم الضغوط ورجعنا لثقة لللاعبين دي جزئية جزئية تانية الراجل بيقول أن احنا فعلا لو كنا أحرزنا على الأل هدف أو هدفين وده كان وارد جدا في المبرارة اللي فاتت كان ممكن جدا نكون موجودين في المبرارة النهائية لكن قفلنا الصفحة على كده وممركزين مع اللعيبة في البرونزية كمان نتكلم على الجزء التدريبي أن هما يعني حتى في الأوقات الصغيرة لما بين المباراتين بيتم التدريب على الفينيش وعلى انهاء الهجمات ونقطة مما طبعا نحن عارفينها يعني لكالعيبة كرة وجماهير أن نتكلم من اللعيبة ما بتضيعش يعني أصدقها يعني تضيع لكن الأمور بتبقى زي ما هو قال عناصر كتيرة جدا بتخش فيها عملية حرق الدم شوي باللعيب أكتر لأنه أحس كمان باللعيب لكن هو أكيد هو شغال على دية بشكل كويس لأنه نقطة مهمة جدا ونقطة فاسلة زي ما قلتلك المفتاح السحر للنادي الأهلي هو استغلال الفرص في مبارياته سواء على مستوى المحلي الأفريق الدولي فهم شغالين على ده بشكل كويس هل سيستطيع النادي الأهلي استغلال الفرص في مبارات بكرة هذا اللي احنا كلنا كجمهور ومحبين وعشاق لهذا النادي نتمنى بكرة إن شاء الله إن ربنا يكون موفق جميع اللاعبين اللي يجوا قدام الجون ويعرفوا يجيبوا جون مش كلهم يعني لو يا رب 50% من الفرص اللي بتجلنا هنكسب أي مطش 50% فقط الفرص اللي بتجلنا هنكسب أي مطش كل التوفيق لفريقنا هذا الفريق اللي استحق مننا كل التحية وكل التقدير وكل المسندة وكل الدعم عندك مدير فني على أعلى مستوى جميع اللاعبين على أعلى مستوى من فضل حضراتكم الدعم والمسندة في مبارات بكرة علشان نسطر تاريخ كبير جدا جدا لإن اللي جايح يبقى دايما أصعب وبعد كده بقى نفكر في البطولة القادمة خلينا نروح لزميلتنا المتقلقة مريم ساميح عشان نعرف آخر الأخبار نادي الأهلي وبطولة كأس العالم الأندية وكل الفرق اللي بتلعب في هذه البطولة من خلال فقرتنا الإخبارية مع زميلتنا المتقلقة مريم ساميح زيك يا مريم زيك يا كابتن إسلام عامل براحب بيك طبعا براحب بيك يا كابتن هني براحب بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان النهاردة معنا الحقيقة عدد كبير من الأخبار يعني بيتعلق طبعا بمباراة الفاينل بكرة سواء للنادي الأهلي أمام نادي قراوة أو أيضا نادي فلومنانسي ومنشاستر سيتي وكمان عندنا أخبار على هامش البطولة يمكن فيه أحداث كتير حصلت في السعودية فعندنا أخبار كتير ولكن خلينا أقول أننا بشكل شخصي يمكن مطمئنة بعد الشيء أن احنا إن شاء الله بكرة هنحقق برونزية ويبقى إنجاز جديد سماعة حضركم بتتكلموا عن فكرة الفرص الضقيعة أن ده يمكن يطلق على المباراة الماضية ولكن أكيد يعني العيب النادي الأهلي والجهاز الفني والإداري مش هيرضو أو مش هيتوانو أنه ده يكون عنوان آخر أو فكرة الفرص الضقيعة ده مش هيحصل بكرة إن شاء الله فعشان كده أنا مطمئنة بشكل كبير وأرجو أن أنتوا كمان تكونوا متطمئنين زي ما أنا إن شاء الله يكون موجود معنا بكرة فهم حاجة لتوفيق ربنا يكون معنا بكرة إن شاء الله إن شاء الله نبدأ أخبارنا طبعا مباشرة أنها فريق الأهلي ميرانو الختامي الذي يقيم مساء اليوم على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وذلك استعدادا لمواجهة قراء والياباني لتحديد الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندي 20-23 بالمملكة العربية السعودية وانطلق الميران الختامي بمحضرة نظرية من جانب مارسال كولر المدير الفني للفريق شدت خلالها على أهمية تحقيق الفوز باللقاء للتتويج بالميدالية البرونزية وإسعاد جمهير النيزي الأهلي مطالبا اللعبين ببذل قصارى جهدهم خلال اللقاء وقام اللعبون بأداء تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندراس أندويا مخطط الأحمال من أجل تجهزهم بشكل قوي لخوض لقاء الغد وقاد أيضا ميشيل يانكن مدرب حراس الأهلي ميرانا قويا لحراس الفريق محمد الشناوي ومصطفى شبير وحمزة علاء فيما أجرى اللعبون تدريبات بالكرة تحت إشراف الجهاز الفني بالكامل ثم تقسيمها بالكرة شارك فيها كل اللعبين قبل أن يختتم الفريق الميران بالتدريب على رقلات الجزاء حرس الكابتن خالد بيبو مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على معاينة ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة والذي يخوض عليه الفريق مباراة قراء والياباني غدا الجمعة لتحديد الفريق الفائز بالميداليا البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 20-23 والمقاومة حاليا بين مملكة العربية السعودية وقام مدير الكرة بالفريق بمعاينة ملعب التدريب وغرف الملابس بصحبة الكابتن سمير عدلي المدير الإداري ووائل محمد الإداري للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بمباراة الغد وأقيم صباح اليوم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وأروا الياباني باستاذ الأمير عبدالله الفيصل للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء الجمعة لتحديد صاحب الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية عشرين تلاتة وعشرين والمقامة حاليا بين مملكة العربية السعودية وحضر الاجتماع المهندس خالد مرتاجي أمين الصندوق ورئيس البعثة والكابتن خالد بيبو مدير الكرة وحنان الزيني المنصق ومدير اللوائح والترخيص بالنادي وأيضا الدكتور أحمد جبالة طبيب الفريق والكابتن سمير عدلي المدير الإداري ووائل محمد المدير الإداري والواء على صلاح المنصق الأمني وأيضا أحمد التوخي مسؤول التسويق بجانب ممثلي نادي أوراوة الياباني بالإضافة إلى المنصق العام ومراقب المباراة وممثلي الاتحاد الدولي لقرة القدم فيفا وأيضا عدد من أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية خلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي القميص الأسود والشورت الأسود ويرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق فيما يرتدي فريق أوراوة الياباني طاقما مكونا من القميص الأحمر والشورت الأبيض بينما يرتدي الحارس الطاقم الأخدر وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد جديد لإقامة مباراة الأهلي وشباب الأزداد الجزائري في دور المجموعات ببطول الدوري أبطال أفريقيا في أحد طبعا يومي 16 أو 17 من شهر فبراير المقبل وكان من المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظير وشباب الأزداد يوم الثلاثاء الماضي الموافق 19 من ديسمبر ألجاري في الجزائر ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا ولكن طبعا تم تأجيل المباراة رسميا وذلك نظرا للوصول الأحمر إلى نصف نهائي كأس العالم للأندي 20-23 وكشف البولندي مسياج سكورزا مدرب أوراوة ردز دايمونز الياباني أن مباراة فريقه أمام الأهلي في كأس العالم للأندية ستكون الأخيرة له مع بطل أسيا مشيرا إلى أنه يتمنى أن تكون الأفضل له مع الفريق وقال سكورزا في تصريحات عبر موقع الرسمي للنادي الياباني ستكون تلك المباراة الأخيرة هذا الموسم مع الفريق وسنخذها بتركيز كبير من أجل تحقيق هدفنا وأضاف أيضا أرغف في إنهاء مشوار كأس العالم بتحقيق المركز الثالث في البطولة ومباراة الغد مهمة للفريق وللنادي أكثر من نفسي وأعتقد أنها خبرة جيدة في نهاية الموسم لأنها المباراة رقم 60 لنا ونريد أن تكون الأفضل واختتم مدرب أوراوة تصريحاته قائلا منشاستر سيتي فريق مارن وكذلك الأهلي ولديهم لعبين مميزين في وسط الملعب قادرين على صناعة الفارق ولكن علينا التركيز غدا من أجل حسم اللقاء قبل المباراة هائية لبطولة كأس العالم للأندية بدأ الفيفا في رصد عدد من اللاعبين من أجل الاختيار بينهم لجائزة أفضل لاعب في المونديال خاصة طبعا نجم السيتي رودري ولاعب رومنانسي جون أرياس ويظل اسم مصر متواجدا في هذه الجائزة بإنجاز الفرعون محمد صلاح الفردي حينما صعد منصة التتويق بجوائد كأس العالم للأندية في عام 2019 بحصوله على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في البطولة حمد صلاح طبعا هو أول لاعب مصري وعربي بيحقق الجائزة في التاريخ وثاني إفريقي بعد ساموال أتو الذي حققها في نسخة العام 2010 بقميص انتر ميلين الإيطالي وأكد الإسباني بيبا جورديولا المدير الفني لفريق منشاستر سيتي الإنجليزي أن لعبي مستعدون لنهي كأس العالم للأندية أمام فريق فلومنانسي البروزيلي ويسعى منشاستر سيتي لأن يكون أول فريق إنجليزي يفوز بقى الألقاب الخمسة الرئيسية الدوري الإنجليزي طبعا الممتاز كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في سنة واحدة وقال جورديولا اللعبون جهزون ويعلمون مدى أهمية هذا اللقاء توقع البروزيلي أدرسن حارس مرمى منشاستر سيتي الإنجليزي مواجهة متوزنة ورائعة أمام فلومنانسي البروزيلي يوم الجمعة المقبل في نهاية كأس العالم للأندية وقال أدرسن أنا سعيد جدا بتحقيق الفوز على أوراوة والتأهل للمباراة النهائية للمونديال وسنبدأ بالتفكير في فلومنانسي وأضاف في تصريحاته شاهدنا مباراة نصف النهائي بين فلومنانسي والأهل المصري وقمنا بتحليلها وأعتقد أن النهائي سيكون رائعا بين فريقين للصبر وأمل أن تمكن من الاستمتاع بها والفوز وحصد لقب البطولة وأعلن منشستر سيتي موقفه النهائي من بطولة دوري السوبر الأوروبي بعد القرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية وقرت محكمة العدل الأوروبية بصحة قامة بطولة السوبر ليك في أوروبا وأدانة الاتحادين الدولي الفيفا طبعا والأوروبي يويفا لأعاقد تنظيم البطولة رغم ذلك أوضح المان سيتي في بيانه أنه سبق له قبل عامين إعلان انسحابه من المجموعة المخططة لدوري السوبر الأوروبي وأضاف موقفنا لم يتغير سنبقى ملتزمون بقيم الكرة الأوروبية وسنواصل العمل مع رابطة الأندية والمشاركة في بطولات اليوفا وكانت أغلب الأندية قد عرضت البطولة التي يريد ريال مدريد وبرشلونة إطلاقها في السنوات المقبلة لسيما بعد معارضة الاتحاد الأوروبي لقرة القدم لها وكشف تقرير صحفي اليوم أن البلجيكي كيفين دي بروين نجم منشاستر سيتي تعرض منزله لعملية سطو بغرض الصارقة ويتواجد نجم منشاستر سيتي حاليا في الممراكة العربية السعودية للمشاركة في كأس العالم لأندية والتي بلغ فيها فريق طبعا المباراة النهائية والمقرر إقامتها غدا الجمعة وقال التقرير أن أفراد تلك العصبات يسافرون جوا إلى المملكة المتحدة بهدف السطو على منازل لعبين أصحاب الفروات العالية وأشارة الصحيفة أيضا إلى أن لعبي الدوري الإنجليزي ينفقون مبالغ كبيرة من أجل توظيف زباط سابقين وكلاب حراسة وأيضا تركيب أبواب فلاذية مع خطوط هاتف للتوارئ في منازلهم لسا ما كملين أخبارنا وكأس العالم للأندية وأعرب فرناندو دينيز المدير الفني لفريق فلومنانسي البرازيلي عن ثقته في قدرات فريقه قبل مواجهة منشستر سيتي الإنجليزي في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم لكنه حذر من أننا دي سيواجه أحد أفضل الفرق في التاريخ وقال دينيز لقد عملنا كثيرا من أجل هذه المباراة مشددا على أن فلومنانسي سيحافظ على أسلوب لعبه ضد الإنجليز وأكد أيضا مدارف فلومنانسي أنه تحدي كبير بالنسبة لنا منذ وصولي لفلومنانسي حلمنا بذلك لم أحقق هذا الإنجاز كلاعب لكنني تمكنت من التواجد في نهاي البطولة العالمية كمدرب وأكد فليبي ميلو لعب فريق فلومنانسي البروزيلي أن مواجهة فريقه السابقة أمام النادي الأهلي في ربع نهاية كأس العالم للأندية كانت في غاية الصعوبة وصفا الفريق الأحمر بريال مدريد إفريقيا ويواجه فريق منشاستر سيتي الإنجليزي نظير فلومنانسي البروزيلي في نهاي بطولة كأس العالم للأندية العام 2023 غدا الجمعة طبعا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الجوهرة المشاعة بجدة وقال ميلو خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة الجميع يعرف أنني رجل مؤمن وأحترم إيمان جميع الأشخاص وهو ما جعلني أركز بقوة في البطولة وتابع في تصريحاته الأهلي المسلي الذي لعبنا أمامه هو ريال مدريد القارة الإفريقية إنه فريق صعب للغاية واختتم فليبي ميلو تصريحاته قائلا المدرب أخبرنا في أول يوم لنا أننا سنكون أبطالا للعالم بالعمل والتدريب ونحاول تقديم كل ما لدينا وإغلاق الثغرات في تشكيلنا قبل مواجهة الغد وعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين تغيير ملعب مباراة الاتحاد والنصر المؤجلة بسبب منذيال الأندية 20-23 المقام في جدة وذكرت الرابطة في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة X للتواصل الاجتماعي اليوم الخميس أنه تقرر نقل مباراة الاتحاد والنصر من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية لتقام على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية دون إجراء تعديل على موعد المباراة ويستضيف الاتحاد طبعا منافسه النصر يوم الثلاثاء المقبل في قمة مؤجلة من الجولة 17 للدوري السعودي للمحترفين وعلنت الربطة تغيير الملعب بعدم الانتهاء من إجراءات التنصيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بشأن استلام المنشآت الرياضية المستضيفة لكأس العالم للأنبية وأيضا قررت ربطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل مباراة النيدي الأهلي والزمالكة المحدد لها يوم 15 من فبراير من العام المقبل وجاء قرار الربطة بعد تحديد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم طبعا كاف موعيد إقامة مباراة الأهلي وشباب لزداد في بطولة دوري أبطال أفريقيا في أحد يومي 16 أو 17 من نفس الشهر ولم تحدد رابطة الموعد الجديد لمباراة القمة وكانت الرابطة قد أعلنت الموافقة على طلب المدير الفني لمنتخب مصر الأول روي فيتوريا عدم إقامة مباراة يوم 2 يناير كده طبعا تكون خلصت أخبارنا النهاردة يا كابتن إسلام وطبعا يا كابتن هاني يعني الحقيقة أخبار متنوعة سواء اللي حصلت فيه البعثة أو كمان على هامش البعثة أيضا أخبار النادي الأهلي في مواجهاته المقبلة إن شاء الله بنأمل أنه يكون مشوار بعد الانتهاء من كأس العالم الأندية وتحقيق برونزية إن شاء الله جديدة إن إحنا برضو يعني يكون التوفيق هو أكيد حلفنا خلال البطولات المقبلة كلها إن شاء الله بنشكرك طبعا شكرا جزيلا أبدعتي كالعادة ودايما بتنوري شاشة نادي الأهلي شكرا جزيلا نور يا مريم نورت شكرا جزيلا زاملتنا مريم سميحة برضو هماريني بعتولنا في حاجاتك قولي قولي طيب مش كده حال أنا أستاذ محمود حال أستاذ محمود أصله وفد الأهلي يلبي دعوة فيفا بتكليف من الكابتن محمود الخطيب رئيسي النادي لبى وفد الأهلي الذي يضم كل من الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف عضوي لجنة التخطيط وأحمد التوخي مسؤول التسويق دعوة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للمشارك في حفل العشاء المقام على هامش بطولة كأس العالم للأندية التي تجرى فعلياتها بالمملكة العربية السعودية شارك في الحفل جانيا انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم والعديد من أعضاء المكتب التنفيذي للفيفا في مقدمتهم المصري المهندس هاني أبو ريدا ورؤساء الاتحادات القرية ورؤساء الاتحادات الأهلية وممثلوا وفود الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية وحرص وفد النادي الأهلي على لقاء رئيس الاتحاد الدولي وبعض القيادات الدولية الكروية يذكر أن فريق نادي الأهلي يلتقي مع أوراوة الياباني مش هنذكر الناس من المتش بكرة الساعة 4 ونصف في تمام الساعة الرابعة والنصف والخامسة ونصف توقيت السعودية على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بجدة لتحديد الفريق الفائز بالمدالية البرونجية ببطولة كأس العالم للأندية يا كابتن هاني بروتوكول واضح جدا ودائما زي ما بقولك على هامش المباريات والمنافسة ويكون فيه مكاسب تانية كثيرة جدا على مستوى الفيفا على مستوى التحديد لأن المكسب مش بس داخل المباراة أو داخل الملعب فيه مكاسب كثيرة جدا نادي الآن هيستفيد منها سواء على المستوى المادي على المستوى العالمي على المستوى الماركتينج على جميع المستويات الحقيقة نتمنى يا رب أن نظل دائما في العالمية خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل أستقبل النجم الكبير كابتن محمد حشيش وضفنا طبعا في الأهلي في المنديال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر